أهلا بكم في فيديو جديد إزايكم؟ عاملين إيه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير وسحة وسعادة في درس النهار ده هقدم لكم 25 كلمة ألمانية مهمة جدا في الاستخدام بشكل يومي وهنحط كل كلمة من الكلمات دي داخل جملة لتسهيل عملية الحفظ يارب الدرس يعجبكم والكل يستفيد منه يلا بينا نبدأ إس جبت إس جبت إس جبت بمعنى يوجد بمعنى هل يوجد الجديد عن أحمد؟ يعني فيه جديد عن أحمد بمعنى لشيء جديد كله على قديمه يعني تاشين جلد تاشين جلد تاشين جلد بمعنى مصروف الجيب بابي كنس دوم ميا مينتاشين جلد جيبن؟ بابي كنس دوم ميا مينتاشين جلد جيبن؟ بابي هل يمكنك إعطائي مسروفي؟ موتر لاند موتر لاند موتر لاند بمعنى البلد الأم بمعنى مصر هي بلد الأم موتر شبخاخة موتر شبخاخة موتر شبخاخة بمعنى لغة الأم بمعنى لغة الأم هي العربية موتر العربية موتر شبخين بمعنى مصرحة موتر سنحن نقع معنى لغة الأم بمعنى مصرحة فاجنجلش بمعنى زائل بمعنى كل شيء زائل اللي هي بالعامية اي كل رايح غاين كومن بمعنى يدخل بمعنى تسمح لي بالدخول او الشالتن او الشالتن او الشالتن بمعنى يدخل كان يمان دمال دس لحت او الشالتن كان يمان دمال دس لحت او الشالتن هل يمكن لأحد أن يدخل النور؟ بشيغن 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 بمعنى يرزق موغي الله او الشالتين بصندن بعتنا بشيغن موغي الله او الشالتين بصندن بعتنا بشيغن بمعنى ربنا يرزقكم جميعا شريك الحياة المناسبة بمعنى صحيح بمعنى ايه الشاعر صحيح شاب لكن القلب لست شابه انشيند 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 بمعنى يبدو انه انشيند استيع زينا تسايت فقاس انشيند استيع زينا تسايت فقاس يبدو انه سابق العصره ميه 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 بمعنى جهد إس استداء ميه فيعت بمعنى الأمر يستحك الجهد بمعنى يتصل تليفونيا بمعنى هل اتصلت بك في وقت غير مناسب؟ ديب 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 بمعنى لسه أو حروم هل تنديب هل تنديب بمعنى امسك حروم غشتونج 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 بمعنى تجهد جهن سي امم ان ديزا رشتونج غويتا جهن سي امم ان ديزا رشتونج غويتا بمعنى وسلس ديب ديب ديبان في هزالي تجهد بمعنى اتمنى لك اي قامة سهيدة أنت تكرر من تكون حقاً بمعنى يريد أو يرغب بمعنى أريد أن أعرف بغلة بمعنى نظارة بمعنى أستطيع الكراءة دون نظر كراءة ويت 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 بمعنى الصدق بمعنى أستطيع كل الأسل ويت رضاة ستكون الصدق حقاً بمعنى بطلاقة بمعنى أنت تتحدث الألمانية بطلاقة بمعنى استنفذ كل صبر بمعنى الوزن بمعنى يجب أن أفقد الكثير من الوزن بمعنى أنت تتحدث الألمانية بطلاقة بمعنى صبر بمعنى المطور بمعنى أنت تتحدث الألمانية بطلاقة وبكده يكون الدرس انتهى وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر